من يعيش يا خاف الألم يحيى متألما من الخوف أهو الراجل ده الراجل ده برغم أن كان عنده فوبيا من النار لكن عمل موقفين عشان يقدر من خلالهم يتغلب على هذه الفوبيا الموقف الأولين في أحد المرات نار ولعت جوه المدرسة اللي هو كان فيها فجري عشان يطفيها برغم أنه عنده هذه الفوبيا حاجة تانية لما بقى رئيس جمهورية شجرة الكريسماس كان بيتعمد أنه يزينها بالشموع عشان يثبت لنفسه أنه هو قدر يتغلب على هذه الفوبيا وكان عنده مقولة لطيفة جدا وشهيرة جدا بيقول حاول أن تفعل الأشياء التي تعتقد أنه ليس باستطاعتك أن تفعلها خلي بالك من الجملة حاول أن تفعل الأشياء التي تعتقد أنه ليس باستطاعتك أن تفعلها يعني قدرة الإنسان ونجاح الإنسان في التغلب على أي أزمة قدامه أنه جوه وبينه بالنفسه الإيمان الكامل أنه قادر على السيطرة على هذه الأزمة يعني وولد ديزني كده قال مقولة لطيفة جدا قال لك if you can dream it you can do it لو أنت شايف أنه أزمة زي الكورونا مش هتعرف تتغلب عليها فأنت هتعيش شخص زليل لهذا الخوف لكن أنت لازم يكون عندك الإيمان أنك هتقدر تسيطر على هذه الأزمة ليه؟ يعني أنا مش بقول الكلام ده عشان نثير التفاعل للناس ولكن ده واقع لما نقارن الكورونا بالإنفلوانزا الأسبانية إفلوانزا الأسبانية ظهرت 1918 أصابت كم واحد على مستوى العالم 500 مليون بني آدم وإن كان حاطت صورة هنا لطيفة للإنفلوانزا الأسبانية مات كم من الـ 500 مليون؟ مات 50 مليون يعني مات 10% من اللي أصيبوا بهذا المرض 50 مليون دول هما يساوب الضبط الناس اللي ماتت في الحرب العالمية التانية لما نيجي ناخد نقارن بين الكورونا وبين الإنفلوانزا الأسبانية الكورونا على العكس تماما يعني فيه مميزات إن شاء الله تبقى ما توصلناش لهذه الكارثة الإنفلوانزا الأسبانية كانت بتصيب الشباب من سن عشرين لسن تلاتين فده كان أكبر قدر من الناس بيصاب العكس تماما فيه دي هزيمة مجتمعية كبيرة دي حية لكن العكس تماما في الكورونا عندنا في الكورونا هنا أكتر ناس أو أقل ناس إصابة بالفيروس هم الناس المناعة بتاعتهم كويسة مش الشباب بس حتى إيفن كبار السن طالما هو المناعة بتاعتهم كويسة فلما نيجي نبص أهما فيه أزمات دولة شابة كمان يا دكتور رقفة دي حية ودي ميزة الحمد لله كبيرة دي حية فلما نيجي نشوف آه لأ كان فيه أزمات أصعب من كده بكتير في مر بيها البشرية كورونا سوري زي كده كان فيروس قبل كده الإيدز السارز كلهم أزمات وطبعا على رأسهم الإنفلوانزة الأسبانية وكلهم قدرنا نتغلب عليهم بشكل أو بآخر فالله أنا عايز أقوله لما نيجي نبص للقصة دي ونعمل هذه المقارنة نلاقي أن الموضوع بسهولة جدا نعرف نتعامل معه نحن نمتع